موسيقى جولتنا الصحفية مشاهدين القصيرة لهذا اليوم خصصناها للأخبار المنوعة والبداية من صحيفة الأيام البحرانية التي نقرأ منها 300 مليار دولار قيمة الذهب المخزن في لندن جاء في تفاصيل الخبر كشف مسؤولون في لندن للمرة الأولى في تاريخها الحديث عن قيمة الذهب المخزن في أقبية وصرديب مصرف إنجلترا المركزي التشير الأرقام إلى أن في العاصمة البريطانية من السبائك ما قيمته 227 مليار جنيه استريني أي ما يعادل نحو 300 مليار دولار أمريكي اخترنا لكم مشاهدين من صحيفة الاتحاد الإماراتية هولندا تسحب ملايين البيض الملوث بمبيد حشري قررت السلطات الهولندية سحب ملايين البيض بعد تلوثه بمبيد حشري قد تكون له أثار سلبي على صحة المستهلكين وتقول السلطات إن البيض يحتوي على مستويات مرتفعة من مبيد الفبرونيل الذي قد تؤدي إلى حدوث أضرار في الكبد والغدة الدرقية والكلا واخترنا لكم مشاهدين الكرام من صحيفة القبس الكويتية عطلة لجياد عربات فيينا السياحية بسبب موجات الحر حصلت تأجياد التي تجر عربات مخصصة للسياح في فيينا على عطرة رسمية بسبب ارتفاع درجات الحرارة للمرة الأولى بعدما تجاوزت 35 درجة مئوية في العاصمة النمساوية صحيفة الغد الأردنية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم صينية أجرت عملية لتغيير ملامحها تهربا من سداد قرض لجأت امرأة صينية إلى إجراء عملية تجميل جراحية لتغيير ملامحها بغيت تجنب سداد قرض بقيمة نحو 3 ملايين و700 ألف دولار أمريكي المرأة أجرت العملية وتوارت عن الأنظار إلى مكان غير معروف وكانت قد أوقفت في أوائل الشهر الحالي أثناء محاولتها شراء تذكرة سفر منتحلة هوية شخص آخر ختاما مشاهدين من صحيفة الحياة ومتحف كندي يعرض أكبر قلب على وجه الأرض يعرض متحف أونتاريو الملكي في مدينة تورينتو الكندية قلب الحوث الأزرق أكبر قلب على وجه الأرض وانتزع القلب من أحد حوتين أزرقين جرفتهما المياه بعد نفقهما قبل نحو ثلاث سنوات ترجمة نانسي قنقر